السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شايماء حسن من قناة تكاتف اكلاتي بداية كده قبل ما ابدأ الفيديو هو انتم ما بتتفرجوش ليه على فيديوهاتي مش فهمة يعني قناتي ليه مش متشافة يعني والله بجد هتجنن يعني كذا مرة يا جماعة اقول ايه خلاص انا مش هنزل تاني فيديوهاتي يعني بيجي له متين فيوم تلتمية مية وخمسين تسعين خلاص مش هعمل تاني فيديوهات وارجع اقول ايه لا فيه ناس تابعوني وما ينفعش يعني ما ينفعش بعد ما تابعوني اخلى بيهم واقول مش هنزل وصفات تاني فاتمنى لو اول مرة تشوفوني تابعوني وخشوا كده لفوا لفة في القناة وقولي لي رأيكم فيها ايه اول حاجة احنا هنعمل طبعا ما نقيش اول حاجة الكوباية اللي انا عيرت بها معيارها تقريبا ربعمائة ملي قطة اربع كوبايات اللي هم تقريبا سبعمائة وخمسين جرام دقيق كيلو اللي ربع دقيق وفي نفس الكوباية حطيت معلقة ونص خميرة ممسوحة معلقة سكر ونزلت عليهم بربع كوباية مية وقلبتهم كده وهركينهم على جامب خمس دقايق لحد ما نكمل باقي الخطوات هنزل باقي على الدقيق بنص معلقة ملح ومعي ربع كوباية زيت زيتون لو ما عندك زيت زيتون باستخدمي زيت عادي ومعايا معلقة ده النوع اللي انا باستخدمه كوكس نوعه حلو جدا وبجيب العلبة الكبيرة دي بتقعد معايا مدة كبيرة كنت جايبها ب 18 جنيه ماشي قلبت كده الدقيق مع البيكنج باودر والملح وهنزل بقى بالزيت وهقلب في الزيت لحدا ما الدقيق يتشرب الزيت كله اللي انا حطيته ده هيبقى معايا كأنه رمل بصوا كأنها ادي ايه كأنه مبلول او زي الرمل المبلول كده بعد الخمس دقايق بعد ما خلصنا بصوا بقى الخميرة تفعلت ازاي لو الخميرة ما عملتش معاك كده يبقى هي ميتة وبيضة ما تحطتهاش انا بحب اعمل الخطوة دي علشان اتأكد واضمن ان الخميرة شغالة معايا كويس وما هياش ميتة او بايضة ماشي هبتدي بقى اعجن بمية دافية خدت معايا بالزبط كباية مية دافية بنفس الكباية اللي انا عيرت بيها هعجن بقى العجن مهم جدا هعجني لمدة ربع ساعة متواصلة افضل يا عجني هنزلها دلوقتي على الرخامة طبعا الرخامة لازم تكون نظيفة جدا ومخصولة هعجن لمدة ربع ساعة زي ما انتو شايفين طريقة العجن كده عكس بعضه العجن بقى لو انت حباها تكون طرية معاكي انزلي بكباية زبادي حط ديفي كباية زبادي زيادة بصوا انا لما لقيت العجنة افشة كده معايا زودت معلقتين تلاتة كده مية بصوا لزقت في ايدي تاني بس رجعت فكت من ايدي عشان فيه بنوتة سألتني ان انا مهما افرد العجنة الاقيها تخينة معايا ده السبب ان هي مش واخدة سوايل كفاية لازم العجنة تكون بتلزق في ايدك وما تستغربش تقولي لا هزود دقيق لا افضل العجنة فيها هتلاقيها فكت من ايدك والدنيا بقت تمام هسيبها بقى تخمر لمدة ساعة معايا بقى حشوة اللحمة دي ربع كيلو لحمة هحط عليها بصلايا صغيرة طمطمية صغيرة فلفلية صغيرة ونص معلقة صغيرة طم معلقة بقدونس مفروم والبهارات بقى عبارة ملح فلفل بهارات لحمة ارفة بابريكا اه ومعلقة صغيرة دقيق هحطها معاكم دلوقتي بعدا ما حط المكونات دي وممكن تضيفي لو عندك هما بيضيفوا دبس اه الرمان المناقش طبعا هي سوري او لبناني يعني السوريين بيعملوها واللبنانيين بيعملوها اه وبلاد كتيرة مش فاكرة طبعا بلاد ايه تاني اللي بتعملها اه واحنا طبعا خدناهم منها وبقنا نعملها وبجد طعمها حلوة جدا خلاص هحط اهو بقى معلقة صغيرة دقيق واعجن كل الحاجات دي مع بعض التوابل ملهاش مقدار معين انت على حسب بقى ايه اه رغبتك يعني واعجن كويس وخلاص كده معلقة الدقيق مهمتها ان ما تخليش المية تنزل اللحمة قصدي تنزل ميتها على العجينة فتخليها تبقى طرية معايا ماشي ده بقى زعتر الخلطة الزعتر هنعملها سوا زعتر سوري بتشتري من اي عطار روح يقولي له عايزة زعتر سوري هو مختلف عن الزعتر بتاعنا عليه مجموعة حاجات سمسم وشوية توابل زي السماء وحاجات كده اساسية فيه بس بتختلف في ناس بتضيف اضافات تانية احنا طبعا بنريح دماغنا وبنشتريه جاهز وعجنته كده بزيت الزيتون لحد ما وصل معايا للقوام ده علشان فيه ناس بتفكر ان الزعتر الزعتر هو الزعتر العادي اللي احنا عجينة المناقش مختلفة عن عجينة البتزا بتبقى فيها سنة ارماشة كده من الحروف لو زي ما قلتلكم لو انت حبيتيها طرية ضيفي اه 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 كوباية زبادي اه وما ترققيش العجينة اوي وتخلي سمكها رفيع اوي هابتدي بقى اه افرد معاكم اول واحدة هعملها باللحمة سمكها المناقش لازم يكون رفيع مش زي البيتزا ماشي هافردها بقى كويس جدا انت بقى طالما انت بتعملي الحاجة في البيت انت المتحكمة ان انت بقى تعمليها سمكها رفيع سمكها تخين طرية ناشفة زي ما تحبي خلاص انا بقى سويتها كده حطيت صنية فوقيها وسويتها انت ممكن تعمليها على طول اهو شايفين سمك العجينة قدي ايه جبت بقى جريلة حطيت عليها انت ممكن تحط في صنية عادي حطيت عليها العجينة وفي الوقت ده انا مسخنا الفرن جامد جدا على اعلى درجة المناقش بتتسوى على اعلى درجة في الفرن اه ويا دوبك بس تاخد لون من تحت وتشغل الشواية عليها وخلاص كده المناقش بقى الباقية اللي هي بالجبنة وبالزعتر وعملت واحدة كده بالباسترمة والجبنة دي من عندي بقى طبعا هي هسويها على النار من فوق هوريكو دلوقت الطريقة بصوا انا استخدمت بقى جبنة الاطباء دي كنت اول مرة استخدمها عجبتني جدا هي دهن حيواني حلوة جدا جدا اي جبنة بتشتريها بص على الدهن بتاعها حيواني ولا نباتي حيواني اشتريها ورشت رشت ملح وفلفل ورشت زعتر بصوا بقى طريقة التسوية على نار عالية جدا حطيت بصوا بقى بقت كده من فوق اول ما تاخد لون من تحت اقلي بيها على الناحية التانية تاخد لون وخلاص كده تبقى جهزت معانا جميلة جدا وطرية والعاجينة تحفى بالطريقة دي اللي بتجبنة بقى هعمل نفس الطريقة بس ما حطيتش الجبنة خدت لونة هي من تحت قلبتها على الناحية التانية هحط بقى الجبنة وهحط رشت الملح والفلفل والزعتر لو انتو هتستخدموا الجبن السوري زي الحلوم والقشقوان والجبن دي يبقى ما تحطوش ملح لان الجبن دي بتبقى ملحة جدا اعملوا نفس الطريقة كده بالزبط وحطوا الجبنة وحطوا بس رشت زعتر هنرجحها بقى تاني على النار لحد ما تاخد لون منتحت بصوا اخدتها هي لون منتحت ممكن تكليها على كده بس انا هدخلها تحت الشواية علشان الجبنة تاخد لون هقربها خالص من الشواية بحيث الجبنة تاخد لون بسرعة والعاجينة ما تنشفش اهو بصوا تحفى تحفى وطعم الجبنة دي ممتازة جدا عملت نفس الموضوع في اللي بالبسترمة بصوا حطيتها وحطيت على الوش البسترمة والجبنة احمرت من تحت هدخلها بقى تحت الشواية طريقة التسوية دي ما بتخليهاش تنشف نهائي من الحروف يعني التسوية في الفرن الحروف بتاعتها بتبقى نشفة شوية لكن الطريقة التسوية دي العاجينة كلها بتبقى طرية وممتازة حتى وانا مش حتى زبادي خلاصة هي قطعت بقى معاكم اللي بتجيبنا بصوا الجبنة جميلة ازاي وبتمط جيبنا الاطباء هدوها جميلة جدا واللي باللحمة هي استوتوا اللحمة زي الفل فيها وبصوا اللونها جميلة ازاي ودي بقى اللي بالبسترمة افتكاسة بقى من عندي مفيش مفيش منقيش بالبسترمة بتتعامل انا دي يعني قلت ايه زهقت عملت كتير بقى بالزعتر وبالجبنة وباللحمة فروحت عملت بقى واحدة كده ايه بالبسترمة شايفين لونها جميل بصوا الجبنة بقى بتمط ازاي تحفة بصراحة عجبتني جدا الجبنة ودي بقى اللي بالزعتر اللي سويناها مع بعض برضو على النار جميلة جدا طريقة التسوية اللي على النار ممتازة ومبتاخدش وقت اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واتمنى بقى تلفوا لفة كده في القناة بتاعتي وتقولولي رأيكم فيها ايه علشان مقفلاش وموقفش فيها فيديوهات ادعموني علشان استمر ان شاء الله وشكرا لكم جدا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم